السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبدالرازي استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد أتشرب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن مرض تحليل الإيدز وعن الزواج في بعض الشباب بيمر بتجارب زي علاقات جنسية ما قبل الزواج وطبعا علاقات خارج إطار الزواج علاقات غير شرعية وينسى هذا الموضوع ويأتي قبل الزواج يتم فحصه ويتم فحص الـ HIV ويفاجأ أنه هو إيجابي طيب إيه الحل؟ هل هذا الشاب ممنوع من الزواج؟ هل غير مسموح لي بالزواج سواء كان من الناحية القانونية أو الاجتماعية؟ نحن نحب ننبه ونوعي الشباب طبعا على أن هذه العلاقات الجنسية دي علاقات خطرة وممكن تؤدي إلى أنك أنت تصاب بأحد الأمراض الجنسية مثل الزهري، مثل فيروس بي الكابدي، مثل الـ HIV وبالتالي نحن نحذرك ونوعيك أنك تبتعد عن هذه العلاقات الخطيرة طيب، افرض أنك أنت تلاتي إيجابية هل مسموح ليك بالزواج؟ الإجابة على هذا السؤال، يجب أن نكون فاهمين أن معظم الدول العربية تعمل اختبارات ما قبل الزواج لهذه الفيروسات يعني مثل فيروس بي الكابدي، مثل مرض الزهري، مثل الـ HIV طب، لو طلعت إيجابي، لازم العروسة بتاعتك تبقى عندها علم بأنك أنت إيجابي وإلا ستدخل تحت طائلة القانون، ممنوع أنك أنت تخبي هذا المرض عليها النقطة الثانية اللي أحب ألف تنظر لها، هل أنت معدي لها ولا لا؟ طبعاً أنت معدي عن طريق العلاقات الزوجية ما بينكم ما بينها وبالتالي، أنت لازم تبتدي العلاج بتاعك، بتتابع مع الطبيب المختص، وبتاخد العلاج المناسب لك وبيتحول الفيروس في الدم من أنك بعد فترة ستة شهور من العلاج، الـ PCR بتاعك بيتحول إلى الزيرو يعني السفر، ما بيلاقيش الفيروس في الدم بعد العلاج المناسب لمدة ستة شهور وبالتالي، أنت أصبحت غير معدي وفي هذه الحالة، أنت بالنسبة للعلاقات الزوجية، ليس ستبقى معدي بالنسبة لزوجتك حسناً، وفي خلال الفترة التي هي الستة الشهور الأولينية، ممكن أن الزوجة لو تتزوجت وعرفت أنك عندك H-IV لا يوجد أي مشكلة، ممكن أن تأخذ علاج وقائي، وطبعاً لازم استعمال الواقي الزكري على أساس أن نمنع حدوث أي عدوى للزوجة وطبعاً، زي ما قلت، الزوجة ستأخذ علاج وقائي لغاية لما أنت بي سي آر بتاعك يبقى زيرو يعني أنت بتستمر على العلاج، ساعات في بعض الحالات بتطول، ممكن من ستة شهور، ممكن تقعد سنة أو أكثر، بي سي آر بتاعك لازم يتحول ترجمة نانسي قنقر